زيادة صادرات الطاقة وإدخال الدولار إلى الاقتصاد اليمني وإعادة دفع الرواتب وتسهيل التجارة وفتح المعابر خلاصة خارطة اقتصادية وضعها معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى لإنقاذ البلد وانتشاله من أزمته يقول التقرير إن الحكومة لن تكون قادرة على دفع الرواتب حتى تتمكن من زيادة الإرادات من بين مليار وستمائة مليون دولار التي جلبتها العام الماضي جاء سبعمائة وخمسة وستون مليون دولار فقط من مبيعات النفط وهو رقم بعيد جداً عن مليار وستمائة وسبعين مليون دولار في عام 2014 على الرغم من أن أسعار النفط كانت أعلى بكثير في ذلك الوقت إلا أن هناك متسعاً إضافياً لتوليد إيرادات في قطاع الهيدروكربون اليمنية التقرير حث واشنطن على اتخاذ خطوات موازية وعاجلة لمساعدة ملايين اليمنيين من تحسين القدرة الشرائية للأسرة إلى استقرار العملة وجعل الغذاء في متناول الجميع وعن إعادة دفع الرواتب يقول التقرير يجب على الأمم المتحدة أن تساعد في تنظيم مدفوعات الرواتب للمدرسين وعمال الصرف الصحي ومقدمين رعاية الصحية في جميع أنحاء اليمن والتي تغطيها جزئياً حكومة هادي والمانحون الدوليون في الوقت الحالي مضيفاً بمجرد أن تخصص حكومة هادي عائدات النفط لهذه المدفوعات يجب على جميع الأطراف المساعدة في ضمان أن تدفع الرواتب في جميع مناطق البلاد بانتظام وبشفافية تامة وأوصل التقرير بتسريع منصة تيسير تجارة ناشئة لتجار القطاع الخاص والذين يقدمون جميع الصلع الأساسية المستوردة من اليمن باستثناء 5% عبر وضع خطابات اعتماد لمجموعة واسعة من التجار في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي والحكومة مما يسمح لهم باستيراد الصلع الأساسية والأدوية بشكل مكثف ترجمة نانسي قنقر